التراث العمراني والتفاعل معه يرأس الجلسة المهندس المعماري عماد الدباس رئيس اللجنة التحضيرية لأعمال هذه الندوة وهو نائب رئيس الشعب المعمارية في نقابة المهندسين الأردنيين حائز على جائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب من جامعة الدول العربية رئيس اللجنة التنسيقية لمبادرة عمان خضراء نحو أردن أخضر ومؤسس ومدير عام مكتب الدباس للاستشارات الهندسية فليتفضل مشكورا الله يمسيكم بالخير جميعا وفي البداية أنا بحب أني أشكركم جميعا على تلبيتكم الدعوة لحضور هذه الندوة الهامة في الصلط وفي مدرسة الصلط الثانوية إن شاء الله سنبدأ جلستنا الأولى مع نقبة من المكاتب الاستشارية الأردنية التي عملت على تطوير وعادة تأهيل وتوثيق وعدات الدراسات الهندسية لوسط مدينة الصلط سنبدأ مع دار الهندسة شركة استشارية أردنية سيصلط الضوء على مشروع تطوير ساحة عقبة بالنافع المهندس المعماري خليل فاخوري وهو الشريك المسؤول ومدير قسم الهندسة المعمارية في عمان وله خبرة شاملة عشرين عام في التصميم المعماري والداخلي وبما في ذلك تصميم المطارات والمباني المكتبية والسكنية والمجمعات الحكومية والفنادق والمرافق الرياضية والرعاية الصحية نترك الحديث الآن للمهندس خليل ومعاك عشر دقائق مهندس خليل شكرا لكم مساء الخير بشرفني اليوم أكون معكم أولا كواحد من أبناء مدينة السلط ثانيا كشريك من دار الهندسة وثالثا كالمصمم لساحة عقبة بالنافع تاريخ دار الهندسة مع مدينة السلط هو تاريخ قديم بلش من سنة 1981 وآتيها حضرنا المخطط الشمولي لمدينة السلط هذا المخطط شمل على دراسة النمو الحضري والعمراني لمدينة السلط وتحديدا لمنطقة وسط المدينة سنة 1981 كانت مدينة السلط تمتد على 1650 هكتار اليوم مدينة السلط بتنتد على 4800 هكتار لما اشتغلنا على المخطط الشمولي لمدينة السلط اجتمل هذا المخطط على دراسة وتحليل أنماط النمو المعماري بالإضافة إلى اقتراح مجموعة من الحلول لتحسين الفراغات العامة ضمن المدينة من أهمها الشوارع التجارية المحلات الساحات العامة وأكيد الواجهات المعمارية سنة 1981 شكلت منطقة وسط المدينة شارع الحمام وساحة حقبة بالنافع عنصر كتير مهم بهاي الدراسة سنة 2013 بلشنا نشتغل مع بلدية السلط الكبرى على مشروع احنا فخورين فيه مشروع ساحة عقبة بالنافع واللي كانت تكلفته النهائية 9 مليون دينار أردني لما نشتغل على وسط مهم لمدينة بأهمية مدينة السلط ما بتمتاز بس بأهميتها التاريخية لكن بأهميتها الثقافية والاجتماعية بدينة السلط إلها خصوصية في المعمار بتميزها عن باقي مدن الأردن تصميمنا لساحة عقبة بالنافع كان يهدف إلى تعزيز وتطوير البيئة المبنية من خلال تبني الأهمية الاجتماعية والثقافية لتراث السلط وتحويله إلى تصميم مؤثر ومحفز للمنطقة وأهم من هيك خلق فضاء تفاعلي للاحتفال بجميع النواحة التاريخية والاجتماعية موقعنا في وسط التاريخي لمدينة السلط هو قلب المدينة ويعتبر منطقة جذب لكل سكان السلط والسياح والزوار مهم كثير نعرف أن هذا الموقع هو أخفض نقاط المدينة بتحيطه ثلاث تلال عشان هيك كان كثير مهم دراسة وتوفير شبكات تصريف مستدامة لتصريف وحصاد مياه الأمطار بالتصميم وأثناء التنفيذ موقعنا محاط بالشوارع المهمة وشرايين السلط من الشرق شارع الأمير حمزة بن الحسين شارع سعيد الصليبي بلف حوالين المشروع بالشمال شارع الحمام ومحاط هذه الساحة بأهم المعالم لمدينة السلط بالجنوب مركز السلط الثقافي بالشرق متحف السلط بيت طوقان بالشمال شارع الحمام والمسجد الصغير وبالغرب بيت سكر بيت أبو جابر وكنيسة اللاتين كل هذه المعالم كان لها تأثير كتير مهم بطريقة فكرنا فيها بالتصميم وصممنا فيها هذا المشروع سنة 2013 كانت الساحة عبارة عن ساحة لاصطفاف السيارات باستعملوها كل المحلات التجارية اللي حواليها كانت مليانة كسوق شعبي بالبسطات العشوائية مساحة هذه الساحة 13 ألف سكورد ميتر 13 دنم من أهم العناصر اللي فكرنا فيها وإحنا عم نصمم هذا الموقع الكتير مهم أول إشي الحجر الجيري الأصفر ما في بيت وما في مبنى بالسلط اللي استعمل فيه هذا الحجر وهذا بيرجع كله لتاريخ الـ 1863 ما من مرجم بواجهة من واجهات السلط وبيوت السلط إلا من وقف نتطلع على البواب الخشبية والشبابك الخشبية لوحات فنية من وقف نتطلع عليها الأفنية اللي موجودة بكل بيت وبكل مبنى من مباني السلط الأدراج اللي شكلت عنصر كتير مهم بثقافة والعوامل الاجتماعية والترابط الاجتماعي بمدينة السلط المشاكل اللي كانت موجودة واللي كان لازم تصميمنا يحلها ازدحام المروري الأرصفة اللي كانت كتير صغيرة وما بتشجع الناس يمشوا عليها فبطروا يمشوا بالشوارع هذه الساحة فيها احتمالات كتير مهمة وإمكانيات مهمة لنخلق فضاء ثقافي ترفيهي ومهمة كتير فضاء أخضر لهاي المدينة مدينة السلط كيف بلشنا نفكر بالتصميم رح نفرجكم تصور ثلاثي بسيط بفرج كيف فكرنا بتصميم هاي الساحة أول إشي مصفات السيارات ولوجود فرق مهم بالمنسوب بين الشارع بالناحية الشمالية والجنوبية استغلينا هذا الإشي ليكون في عنا طابق كامل للباركينغ أو لمصفات السيارات طابق بمساحة 6350 متر وبيوفر مصفات للسيارات لمية وخمسة وستين سيارة كان مهم كتير هذا الطابق ما نحس أنه هو طابق تسوية لكن طابق حلو عم بدخل إضاءة طبيعية وتهوية طبيعية لهذا الطابق أول شي فكرنا فيه أنه ناخد الجزء الشمالي من هذا الطابق سوري الجنوبي من هذا الطابق ونحوله لمدخل الرئيسي لهذه الساحة مقابله زي ما حكينا مركز الصوت الثقافي ساحة زي بهذه الأهمية مهمة كتير نقدر نعملها إحاطة لهذه الساحة ويقدر بأي وقت من الأوقات نقدر نسكر هذه الساحة لكن برضو مهمة تظل الساحة مفتوحة نظريا لكل الناس ويقدر يشوفوها من كل النواحي عشان هيك فكرنا أن المحلات التجارية هي تسكر حوالين الساحة وهي لتحقق التسكير المطلوب لهذه الساحة بالأوقات المطلوبة كان كتير مهم المعالم اللي حكينا فيها كل معلم من المعالم حوالين هذا السايت أعطانا محور رئيسي من محاور التصميم بلشنا من المركز الثقافي بالجنوب أعطانا أول محور المحور الثاني باتجاه المسجد الصغير وشارع الحمام بين هدول المحورين اتشكلت عننا الساحة الرئيسية من الجهة الشرقية مدحف الصلط أعطانا المحور الثالث والمحور الرابع باتجاه الغرب باتجاه شارع سعيد الاسليبي اللي حولنا لشارع مشاه كامتداد لهذه الساحة زي ما حكينا مهم كتير نرجع لفكرة الأفنية اللي موجودة بكل مباني الصلط هاي الأفنية اللي ساعدتنا ندخل الإضاءة الطبيعية والتهوية الطبيعية لطابق التسوية اللي موجود تحت خمس أفنية فناء رئيسي بالنص رح تكون فيه الساحة المركزية التجارية وكل فناء من هاي الأفنية فيه لانمارك فيه معلم هو شجرة النخيل اللي عم تمتد من تحت وعم تطلع لفوق المحلات التجارية اللي عم بتكون محيطة لهاي الساحة عم تعطي لفل ومستوى أعلى لكل أهالي الصلط لكل الزوار ليقدروا يعدوا هناك ويستمتعوا بهاي الساحة ساحة خضرة ترفيهية ثقافية عناصرها الرئيسية زي ما عم نشوف هون هي العنصر البنص الرئيسي الساحة المركزية المضللة مركز الزوار اللي موجود بالجهة الشرقية مقابل المتحف متحف الصلط بيت تقان كل زاوية من الزوايا اهتمينا أنه يكون فيها منطقة جد بكتير مهمة لمستخدمين هاي الساحة فمنشوف الزاوية الشمالية الشرقية فيها منطقة المطاعم المحلات اللي عم بتحاوط هاي الساحة عشرين محل بمساحات مختلفة الزاوية الغربية الشمالية فيها المدرج ساحة أطفال بالنص وجنبها منطقة العناصر المائية هذا طابق التسوية اللي حكينا عنه اللي فيه مجال لمية وثلاثة وستين سيارة بالضبط وبالنص فيه ساحة المركزية اللي بتكون هي الساحة التجارية الرئيسية على هذا المستوى سنة 2013 كانوا هدول المناظير اللي رح نشوف اليوم تحولت هذا المنظور وهاي الرؤية التصميمية لحقيقة أول منظور بفرج المدخل الرئيسي لهاي الساحة بفرج الرامس والمنحدرات الكتير مهمة لكل دويل احتياجات الخاصة واللي كان لهم أهمية بتصميمنا لهاي الساحات منظور أعلى زي ما حكينا هاي أخفض منطقة في مدينة السلط كل المباني اللي حواليها وكل الجبال اللي حواليها بتشوفها وعم تطلع عليها مهم أنها تكون ساحة خضرة تجذب كل سكان السلط والزوار والسياح مركز السياح مبين على اليمين منظور من المنطقة الشرقية الشمالية بفرج الترسات اللي هي أسطح المحلات التجارية منظور عم بفرج المدرج مع جسر المشاة اللي عم بربط المنطقتين وبربط الترسات العلوية منظور بفرج مستخدم هادي الساحة على المستوى الأعلى مستوى أسطح المحلات التجارية عم نشوف الأفنية مع النخيل اللي هو عم بيكون من المعالم البارزة بهاي الساحة ومنظور بفرج مستخدم الساحة المركزية على المستويات المختلفة المضللة اللي فوق والساحة التجارية بطابق الباركينج أو الكراجات اللي موجود تحت هاي الرؤية تحولت إلى واقع اليوم رح أخذكم معي بجولة سريعة صور مأخوذة من أسبوعين بالوضع عشان نشوف كيف تحولت ساحة عقبة بالنافع من ساحة تستعمل مصفات للسيارات زي ما نبينين بالصورتين اللي فوق سنة الـ 2013 اليوم ساحة خضرة حلوة بنفتخر فيها الخضار على كل الليفلز على كل المستويات على ثلاث مستويات معالم بارزة شجرات النخيل عم تخترق هاي الأفنية مداخل بترحب بكل الزوار وبترحب بأهل الصلط كان الـ Wayfinding والSignage إش كتير مهم بدراستنا ملون بحاكي هاي الساحة وبضيف لجماليتها مركز الزوار بالمناظير تاعته أو بالصور تاعته من بره ومن جوه ليلا ونهارا رحلة عم نمشي فيها جوه المشروع عم نشوف المساحات الخضرة المحلات التجارية على كل الجوانب الساحات المضللة العناصر المائية اللي عم بتضيف لجمال هاي الساحة ليلا ونهارا رحلتنا جوه المشروع رحلة كتير حلوة بتلف على كل هاي الساحات بتاخدنا على ملاعب الأطفال وبتاخدنا على العناصر المائية ومننهيها بالمدرج مدرج ساحة عقمة بالنافع اللي بيرحب فيكم لتزوروا هاي الساحة ومتبنى أنوا تزوروها وتشوفوا هاي الساحة اللي احنا كتير فخورين فيها شكرا شكرا مهندس خليل هلا إن شاء الله رح نحكي عن بيت أبو جابر رح يحكينا عن هذا البيت أحد أبناء عائلة أبو جابر المهندس فهد أبو جابر المهندس فهد هو الرئيس تنفيذي لشركة اتحاد المستشارين خبرة متنوعة في مجالات التخطيط الحضري والإقليمي والتصميم المعماري عمل على مجموعة من المشاريع ذات طبيعة متنوعة منها المشاريع التراثية وتصميم المواقع والتجمعات والتصميم المعماري للمباني والمخططات الهيكلية لمناطق حضرية وإقليمية لديه خلفية في مجال هندسة العمارة وحاصل على درجة الماجستير في التخطيط من جامعة دالهاوسي في هاليفاكس كندا فلتفضل مهندس فهد أبو جابر الله يمسيكم بالخير جميعا أمسية سلطية بامتياز وأفتخر أني أكون معكم اليوم في مدينة الأباء والأجداد اليوم أنا فهد أبو جابر ابن هذه المدينة بدي لوهلة أخلع ثوب إتحاد المستشارين أو أخلع ثوب الهندسة والعمارة لأنه فعلا الموضوع اليوم هو عن بيت العائلة بيت العائلة الذي بني على مدى عقود وإلو موجود ما يزيد عن مئة عام على هذه الأرض في هذه المدينة الفكرة اللي بدي أوصلها اليوم أنه فعلا هو الآن بيت متميز في عمارته في عناصره المعمارية في تمثيله للبيوت السلطية الأصيلة لكن هو انعكاس لحالة تاريخية اجتماعية ثقافية ووضع ديمغرافي وقصة عائلة بشكل عام فبيت أبو جابر هو يكتسب أهميته من الناحية المعمارية بأكيد بموقعه بشكل رئيسي وإطلالته على ساحة العين وقربه من مواقع مهمة في المدينة وفي المركزية للمدينة ويكتسب أهميته أكيد من الطابع المعماري اللي يعكس أيضا ليس فقط الطابع المدينة وإنما مراحل بنائه تعكس الحالة السياسية الحالة الاقتصادية للعائلة ومجموعة أفكار أخرى فهو تمثيل لواقع العمارة في المدينة وهو انعكاس لهذه الحالات السياسية والتكنولوجية أيضا وتأثره ليس فقط في الأحداث اللي حصلت في هذه البدينة أو في المنطقة وإنما أيضا أحداث على مستوى العالم فرح نتطرق لهم إن شاء الله أكثر بتفاصيل فزي ما حكينا إطلالته وقربه من ساحة العين وهذا المنظر اللي مبين بالصورة وأكيد ما حبيت أدخل في مخططات معمارية الزملاء رح يغطوا جزء كبير من الأمور التقنية الإطلالة زي ما حكينا لساحة العين وأيضا وجوده وإطلالته على الشرع الرئيسي في السلط وطبعا طابع المعماري اللي صور قديمة بتبين كيف كان وأيضا بعد الترميم وتنظيف الحجر كيف صار فهو كان بيت مكون من ثلاث أدوار الدور الأرضي اللي هو منطقة العين ومخازن تجارية والدورين اللي فوق هم أكيد المساكن مساكن العائلة تاريخ العائلة مهم لنفهم تاريخ البيت عائلة أبو جابر الحقيقة حسب ما يكتبوا المؤرخين انحدرت أصلا من حوالي 300-400 سنة من بلدة مرجعيون في جنوب لبنان منها انتقلوا إلى مدينة الناصرة في شمال فلسطين في الجليل ولحد الآن في بواقل أفراد العائلة في مدينة الناصرة وفي علاقات بيننا وبينهم منها انتقلوا إلى نابلس ومكثوا في نابلس فترة بسيطة وفي حديث بتقول انه نتيجة جلوة عشائرية انتقلوا من نابلس إلى السلط لكن هاي العلاقة هي تجسيد للعلاقة بين المدينتين أيضا ما بنا ننسى انه نابلس والسلط في توأمة مش مقتصرة فقط على العائلات واسماء العائلات زي ما نشوف في بيت طوقان في السلط في اسماء ثانية لكن ايضا في النمط المعماري في الطبيعة الجغرافية وايضا علاقات التجارية وهذا هو كان الاساس لكيف عائلة ابو جابر بنت هالارث في المدينة السلط فهي من خلال تواجدها في نابلس وعلاقاتها مع عائلات نابلس ترجمت هاي العلاقات تجارية وكمان علاقاتهم مع القبائل البدوية في منطقة جنوب عمان مع بني صخر والفايز والعائلات الموجودة هناك فكانوا تجارتهم مبنية في الاساس على في نبتة بتطلع بالصحراء اسمها نبتة القلو هاي لما تنحرك الرماد تبعها مادة قلوية كانوا العائلة يشتروها من البدو الرماد وعلى الاجمال ينتقل من خلال الصلط إلى الأغوار إلى نابلس تستخدم في صناعة الصابون النابلسي فهاي كانت إلها دخل في الطفرة الاقتصادية اللي ساهمت في بدايات نشأة البيت وتمكنهم من بناءه أصلا يشتروا الأرض في موقع استراتيجي في مدينة السلط بعد ذلك ولما أحكي لكم أنه تأثرت أيضا في أحداث عالمية لما نحكي على الثورة الصناعية اللي صارت في أوروبا لما صارت موانئ شرق المتوسط تستقبل المواد الكيموية القلوية التي استغنوا من خلالها على مادة القلو اللي هي الرماد لصناعة الصابون فبهذه اللحظة صار في ديكلاين أو تأثر اقتصادي للعائلة ومنها انتقلوا لفكرة جديدة واللي هي التطوير الزراعي وراحوا على بني صخر وقالوا لهم هالأراضي تبعتكم جنوب عمان لها أربعمائة سنة أراضي مراعي لم تزرع فأكيد غنية جدا للزراعة ومنها تقنعوهم وزرعوا هاي الأراضي وكانت فعلا أول غلة رائعة وكانوا طبعا زراعة القمح بالبداية اللي صاروا بعد ذلك كل المدن الفلسطينية والأديرة واللي موجودة في القدس وفي الناصرة يجوا لموسم البيدر ليأخذوا قمحهم ويشتروا من بيت أبو جابر وهذا أدى إلى أيضا طفرة اقتصادية اللي ساهمت في نشأة البيت وهلأ رحنا نشوف كيف البيت بدي يعني إله أكيد تاريخ من الأحداث اللي كمان أعطى أهميته هاي صورة أبو جدي سعيد باشا أبو جابر اللي كان هو فعلا إحدى عناصر نجاح وجود العائلة في الصلط وعلاقاته الواسعة اللي من ضمنها مثلا استضافته وتشريف جلالة الملك عبدالله الأول الملك المؤسس لما كان أمير بوقتها ومجيئه إلى الصلط بالثورة العربية الكبرى واستضافتنا لإله في هذا البيت لمدة خمس أشهر قبل انتقاله إلى عمان واستمرار الثورة ووصولا إلى الاستقلال فمنشوف فيه أحداث كتيرة وهاي الصور بتدل على أهميته وجود عين المي بالدور السفلي وأحداث كتير صارت وطبعا الطابع المعماري والزخرف اللي استخدمت في البيت كان لها أهمية لنبين مين اللي بناء والعلاقات التاريخية ما بين النابلس والصلط هذي فوق الباب الرئيسي بنشوف محفور اسم البناء اللي بناء البيت والدقاق الحجر مكتوب اسمهم وهي صورة لواجهة البيت بشكل عام من الناحية الاجتماعية للعائلة كمان أثرت على كيف البيت نبنى فتقسيم البيت من الداخل كان مبني على أنه فيه ثلاث أبناء للجد الأكبر وكل ابن له سكشن لإله لما نطلع على نشأة البيت وكيف نبنى الدور الأول أكيد أسليب البناء اللي نبنت فيها كانت استخدام الحجر بشكل رئيسي لما ننتقل للطابق اللي فوقيه منشوف الطفرة الاقتصادية بلاشت تتأثر على نوعية البناء ومواد البناء وأسلوب البناء استخدم فيه عناصر مختلفة وذكرها الأخ فخوري في البيوت السلطية العناصر طبعا الإنشائية وهلأ أكيد دكتور رامي رح يحكي عنها أكثر بالتفصيل كونه كان مشرف على عملية ترميم البيت وتحويله لمتحف ومنشوف يعني المواد البناء اللي استخدمت فيه لما ننتقل للدور الثالث هي هاي في طور أو في أوج الوضع الاقتصادي الجيد للعائلة زي ما شفنا البيت تقسم إلى ثلاث أقسام لكل ابن من الأبناء ومواد البناء اختلفت فنتطلع هون على هاي السلايد مواد البناء صار عندهم المقدرة أنه يستوردوا الرخام من إيطاليا الرخام الكرارة اللي انتقل بالبواخر من إيطاليا إلى موانئ بيروت ومن بيروت تحمل على جمال للسلط وبلطوا فيه البيت الكرميد اللي من مارسي من مارسيليا بفرنسا وبعض العناصر الأخرى ومواد البناء الأخرى اللي بتدل على الوضع الاقتصادي اللي نعموا فيه بهذه الفترة مهان سهد بس تعجلنا شوي أكيد خلصنا وطبعا هاي صورة للعناصر أيضا الفن اللي كان موجود للأسف عملية الترميم صار في ليكج أو نزلت المي وميت الشتاء وخربت اللوحات لكن هاي بقايا لإلها في الصورة اللي على جنب بالنهاية أكيد العناصر المعمارية بتحكي عن نفسها وجمالية المبنى له أهمية لكن هو فعلا بحكي عن قصة عائلة تاريخ عائلة والحمد لله مع الترميم صار معلم تاريخي وبنفتخر فيه كعائلة وبيضل أكيد موقعه وأهميته كعنصر رئيسي من عناصر إدراج الصلط في قائمة التراث العالمي والفكرة أنه هاي القصة لازم بظلها تتناقل من جيل إلى جيل وهاي صورة لابني سعيد طبعا العقل الصلطي يشتغل هون بدوش يتصور لكن أكيد بهمني أنه هاي القصة وهذا التاريخ ارتباط البيت بالتاريخ وانتقال القصة من جيل إلى جيل نبقي على قصة هذا البيت شكرا جزيلا الله أعطيك العافية مهندس فهد وشكرا إليك والله يرحم جدك والله يرحم والدك حبيبنا المهندس سعيد أبو جابر رائد الهندسة في الأردن شكرا إليك هلا راح نروح مع مكتب بيطار الهندسي مع المهندس بشار البيطار طبعا مكتب بيطار راح يحكينا اليوم عن تطوير الوسط التاريخي لمدينة الصلط المهندس بشار البيطار زميلنا وأخونا هو معماري يتمتع بخبرة متعددة في التخطيط العمراني والعمارة والمناظر الطبيعية والديكور الداخلي تخرج من الجامعة الأردنية عام 1989 وحصل على درجة الماجستير في التصميم الحضري لديه خبرة في إدارة مشاريع التصميم مع نظراء الدوليين باستخدام أحدث مهارات الاتصال والعرض التقديمي يشير إلى العمارة في صورتها الإسلامية العربية والإقليمية والمحلية الأردنية وحضر العديد من البرامج التدريبية المتخصصة في مجال حفظ الثقافة والتراث والمهندس بشار كذلك مهندس نقابي وعضو مجلس نقابة ورئيس الشعبة المعمارية السابق شافري تفضل مشكوراً أهلين مهندس بشار شكراً أخي عماد وأشكر كل القائمين على هذه الندوة بسم الله الرحمن الرحيم فيه فيلم قصير إحنا قاعدناه عن مشروع تطوير ساحة العين إذا ممكن نشغله لمدة دقيقتين هذا الفيلم عملناه بتصوير بالدرون وقدم لجائزة ونظمة المدن والعواصم الإسلامية بعدين أجلت الكورونا ما بينش النتيجة لكن لقينا أنه بسوى نعرضه ما نعرضش قبل هاي المرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وعادت أحيائها من المشاريع اللي قبل ما تمور في حياة معماري لأنه فيها كان كتير من التحديات اللي كان تعاون كل الأطراف اللي عاملين في هذا المشروع سبب أنه وصلنا لهذه النتيجة الحمد لله تمكننا أنه نجعل من هذا الفراغ بعد ما كان عبارة عن شارع مزلحم أصبح ساحة حضرية في وسط مدينة الصلط التراثية ومنفس الوقت مزد الصلط الكبير اللي هو معلم من أهم معالم مدينة الصلط التاريخية تمكننا أنه نعيد إله بهاء وقلقه بالعودة إلى جذور المسجد المملوكي وتطوير واجهته وكتلة المسجد وحضوره على مشهد المدينة هذا المشروع من المشاريع اللي وضعت بصمة على طريق مشاريع إعادة إحياء أوساط المدن التاريخية في المملكة الأردنية الهاشمية واللي ألهم الكثير من المشاريع أنها تمشي على طريقه وإن شاء الله أنه يستمر تطوير المدينة حتى تعود الصلط لمكانتها التاريخية المهمة في الأردنية فيها أبنية تاريخية قديمة وتم هدمها في ورحلة لاحقة وبني ثلاث أبنية اللي باللون الرمادي أبنية حديثة بالستينات يعني وظائف حكومية وأغلقت الفراغ تبع الساحة بالكامل ما تبقى من الساحة اللي هو الجزء الأزرق اللي هو كان ساحة العين قبل ما يصير التدخل الأبنية باللون الأصفر عبارة عن مجموعات سكنية تراثية الساكت والخطيب والسكر وحالياً إخليفات والبرتقالي اللي هو مسجد السلطة الكبير اللي هو على أسس المسجد الأيوبي صار في بدائل كثير للتطوير وبالآخر كان التوجه لعمل حل في نوع من التجريد والحداثة علشان ما نخلط في ما بين الإضافة وما بين الأصيل في هذا المشروع تقريباً هذا السكيتش اللي بيمثل المسطح الحضري لساحة العين بعد هذا التطوير هذا المنظر الأساسي طبعاً الفراغ الحضري قبل إزالة الأبنية التراثية كان عبارة عن شارع وجزيرة اللي هي ما تبقى من ساحة العين بعد نهاية المشروع صار الفضاء بالفعل فضاء حضري واسع وصار فيه إمكانية أنه يستقبل أعداد يعني أهالي الصلط في مناسبات مختلفة طبعاً فيه كثير من التحديات اللي إحنا أفرضنا لها في محاضرات سابقة تفاصيل كثيرة وأنا يعني وزملائي في الشركة والمهندس نمر كمان موجود قدمنا ومستعدين نقدم في أي مناسبة يعني أي تفاصيل ممكن تعطي ضوء أكثر على هاي التحديات هاي الصورة للأبنية اللي باللون الأبيض التلاتة اللي تم إزالتها طبعاً كان فيه دراسة سابقة لشركة إيطالية وسمها كوتكنو هم اللي أوصوا بإزالة هاي الأبنية بعد ما عملوا دراسة مستفيدة لمدينة الصلط حضرية واجتماعية واقتصادية فكرنا بكثير من البدائل كمان للمعالجات اللغة المعمارية اللي بدنا نشتغل في واجهة ما تم إظهاره بعد إزالة الأبنية التلاتة واللي رح يشكل قاعدة لعرض المباني التراثية وكان فعلاً نقاش طويل شاركوا فيه زملائنا يعني فيه بعضهم موجودين معنا مهندس مراحل خياط كانت تمثل وزارة السياحة المهندس إيهاب عمارين والمهندس غادة كمان راح نشوفهم في صور قادمة هذا البديل اللي بالآخرة وصلنا له اللي بيعطي نوع من التعادل والتوازن بحيث أنه نفرق ما بين الحديث والقديم وبنفس الوقت استخدمنا حجر أصفر مشابه لحجر السلط لأنه حجر السلط كانت مصادره تم إغلاقها لأسباب بيئية وهذه الصورة بعد ما انتهى المشروع بنشوف أنه الإضافة اللي تمت هي بالفعل بتعطي انتباع أنه مشروعنا هو عبارة عن منصة لا يعرض أعلى منه المجموعات التراثية بتفاصيلها الإنسانية الكثيرة والمشروع تبعا خطوطه بسيطة هذا المسجد قبل التطوير طبعا المسجد أصله تاريخي لكن في الستينات تم هدمه واستخدام حجارته في بناء المسجد الجامعة الأردنية الصفراء إذا بتلاحظوها مع الأسف يعني كان هذا إجراء ينوم عن عدم وعي بهذه المرحلة لأهمية التراث وبني هذا المسجد بهاي الطريقة والمئذنة كانت عبارة عن ملبس في فابرغلاس فكان فعلا لا يليق بفكرة المسجد كان في عنا نقص في المعلومات التراثية لكيف كان المسجد سابقا أصلا ما كان فيه له توثيق لواجهاته فاضطرنا أن نعمل على بداء الكثيرة وتوصلنا لهذا البديل اللي تم استقاؤه من المفردات المعمارية في مدينة السلط يعني منشوف فعلا صار فيه نقلة معمارية كبيرة ما بين الواقع تبع المسجد اللي كان متواضع جدا من ناحية الفنية واللي توصلنا له الحمد لله في هذا المشروع طبعا لأسباب كثيرة ما كان فيه وارد عنا أنه نهدم المسجد ونعيد بناءه لأنه كان فيه يعني أقاويل وأحاديث أنه إذا هدم المسجد يمكن ما ينعادش بناءه وكذا فاضطرنا أنه نهدم أجزاء كثيرة منه جزء جزء ونعيد بناءه دون ما يحس أي حدا أنه صار فيه نوع من الهدم والبناء لكن الحمد لله بالآخر يعني كانت كل الأهالي سعيدين جدا أنه المسجد تم يعني النهضة فيه وتم توسعته بدل تقليله وتم فعلا إعطاءه حضور لائق فيه كمسجد تاريخي بعبر عن المدينة المجموعات التراثية كان حالتها كمان يعني فيها ضعف وفيها تآكل وفيها أوساخ على الواجهات وفي بعض الأحيان مشاكل إنشائية تم معالجة الأربع مجموعات اللي حكينا عليهم وهي بعض الصور في نهاية الأمر طبعا استخدمنا كل التقنيات العالمية المقبولة لليونسكو من حيث التنظيف والمعالجات في الكحلة والخلطات واستخدام المونة الجيرية المطابقة للحجر الترميم تم بنفس نوع الحجر لكن الأبناء الأبنية الجديدة تمت بحجر من المفرق لونه نفس اللون لكن مختلف طبعا بعدما عملنا ريستيرش كامل لمحاولة تحجير نفس الحجر لكن زي ما حكينا بيئيا كانت مغلقة هاي المحاجر نتمكناش من استخدامها يعني في عنا بعض الهيك خطر بالي أنه بعض الصور بتعبر عن تاريخ المشروع وعن بعض الشخصيات اللي التقيناها من أهالي المدينة والخبراء اللي اشتغلوا معانا في المشروع طبعا بالصورة المهندسة لينا أبو سليم مهندسة هودا مهندسة مراح من ضمن الذكريات أنه صار فيه أقاويل أنه فيه آثار تحت الساحة وصار فيه حفرية وتوقف المشروع بعدين رجع بعدما اكتشفنا أنه آثار ما كانش يعني إلها هالأهمية البالغة طبعا الساحة صارت يعني ملتقى للعديد من الفعاليات الشعبية وهاي مناسبة أنه نحن نطالب أنه يتم تفعيل الساحة بشكل يعني منظم ممكن نكون فيها أسواق ممكن نكون فيها مناسبات وشروحات مختلفة حتى ممكن نصير فيها يعني صار فيها اعتصامات مطلبية مختلفة أريد أن أعتذر عن بعض الصور اللي أنا راح أعرضها الآن اللي هي من حوالي يعني أسبوع أخذتها اللي بتعبر عن يعني انعدام الصيانة والنظافة في المشروع وهذا الحكي الحقيقة يعني لا يتلاءم مع تسمية المدينة لكن مضطرين يعني من باب بس يعني العلم بالشيء حتى نحط هذه الصورة أمامكم جميعا وإحنا كلنا يعني نتمنى أن تبقى ساحة العين ملاذ للسلطية وزي ما بلعبه المنقل اليوم إن شاء الله في المستقبل راح يظلوا يلعبوا المنقل وشكرا لكم اشتركوا في القناة